موسيقى مصر الخير أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة التي نخصصها هنا في لبنان للحديث عما عرف بفضيحة الشهادات المزورة طبعا لا نتحدث عن جميع الشهادات نتحدث اليوم مع طبعا دكتور سهيل مطر عن طبعا من مجلس التعليم العالي للحديث عن الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة التربية في لبنان لصد ما تم الحديث عنه عن محاولات تزوير شهادات ما الذي حدث؟ لماذا حدث هذا؟ طبعا بطروف كورونا والتعليم عن بعض والوضع الاقتصادي في لبنان؟ لماذا يحدث هذا اليوم؟ ما إجراءات وزارة التربية للحؤول دون تكرار هكذا ممارسات من قبل البعض في بعض الجامعات؟ نتحدث طبعا مشاهدين بشق القانوني مع بول مرقص عن العقوبات لمن يقوم بتزوير شهادات ونتحدث عن التحقيقات الاستقصائية التي قامت بها أيضا سحفية ليال بو موسى بهذا الملف كل التفاصيل تتابعونها معنا في هذه الحلقة معنا مشاهدين الخبير بمجلس تعليم العالي دكتور سوهيل مطر طبعا للحديث عن هذا الموضوع وللإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة التربية مساء الخير دكتور أهلا فيك عم نحكي تقريبا عن عشر تلاف شهادة مزورة عم نحكي عن وقع كبير طبعا كان لفضيحة كما اعتبرت بقطاع التعليم ستع مهم جدا في لبنان طبعا ونحن معوادين أنه كتيرين بالعكس بيجوا لا يدرسوا في لبنان كيف تلقيتهم من البداية هالفضيحة؟ تعرفي أولا أننا نقول أنه عشر تلاف شهادة وفضائح وتزوير هذا يتناقض فعلا مع دور الجامعات في لبنان لأنه كلنا منعرف أنه جامعات لبنان على مدى التاريخ وقت اللي بحكي عن الجامعات عم بحكي عن 150 سنة تقريبا جامعات قابت أحسن مستوى وأحسن اختصاصات وأنا بعتبر أنه الكل اللي بيشهد أنه الجامعات اللبنانية القديم والحديثة تتمتع بمستوى من العلم والمستقافة ومن المعاصرة من الحديثة إلى حد أنه عم بيشتغلوا هالمتخرجين اللبنانيين بكل أمكيني بالعالم بكل البلدان صحيح وبيتميز ويعطوا تميز ويعطوا مستوى جيد من هوني أنه فعلا مننجرح الوقت اللي منقول لا في تزوير بالشهادات اللبنانية فعلا أنا ما بدي أقول ما في تزوير ولا بدي أشهد مثل ما كتبت بعض وسائل الآلام أنه عشرات آلاف الشهادات نحن وقت اللي وصل على الخبر أعلميا موصل واتصال من المسؤولين العراقيين بمعالي الوزير عباس الحلبي طبعا كان وقتا لأشخاص عراقيين عم نحكي الشهادات هذا بالنسبة للخبر اللي أزيع صح أنه فيه فضايح وفيه كذا ورأسا مع الوزير خط للإجراءات اللازمة منشان يكشف حقيقة الشو اللي صار لأنه اليوم ما فيه يجي أقول عشر تالاف طالب اخدوا شهادات مزورة كيف اخدوا شهادات مزورة مين عطاهنها أساسا أي شهادة بدأت أصطيق من وزارة التربية ما صار هالشي صحيح طب بعد التحقيقات اللي قام فينها مع الوزير التحقيقات ما دعا تتكمل مع الجامعات هؤلاء الثلاثة اللي نحكي عنهم ومع غيرهم ليه منشان فعلا نحنا للدفاع عن الجامع ولدفاع عن الشهادة اللبنانية ولتبيان الحقيقة يعني فكري أنه يقال شهادة لبنان شهادة لمستوى إله لأنها مزورة أعوذ بالله أنا بقدر أكد لك وأنا قديم بالتعليم العالي وبعرف أنه نحنا منخرج تقريبا سنويا ثلاثين ألف طالب جامع من لبنان أكده وكل كل بيعرفه والعالم بيشهد علينا أنه طلابنا وخريجينا هني من أفضل الناس اللي بيتخرجوا واللي بيروحوا بيكملوا برا أو بيشتغلوا برا لهالأسباب مو عيب أننا نجي نشوح سمعة الشهادة اللبنانية متل مصاري بس أنا بقلك أنه هاي دي كانت رسالي لنا أو حافظ لنا أنه ننتبهوا لأنه في البعض وخاصة بالظروف اللي نحنا عايشينها اليوم أجت الكورونا أجت التعليم عن بعد أجت تعرف الوضع الاقتصادي في لبنان غياب المراءة بأحيانا إلى ما هناك حطتنا بالجود أنه لا واجب أكتر شي نكون حذيرين منشان ما نوقع شهادتنا ولنوقع نحنا وجامعاتنا بمستنقع التزوير والتهريب والتسجيل عن بعد والعلم عن بعد صحيح ماذا فعلتم من أجل هذا؟ كل التدابير تخيزت فكري لدرجة أنه عم نشوف كل الشهادة على شوف بنيت أنت بتعرفي أنه اللي بدهوا فوت على الجامعة هيدا بحكم القانون اللي بدهوا فوت على الجامعة بدهوا كون معهوا أولا بكالوري أو بنسميها نحنا عنها البكالوريا بس الشهادة الثانوية يعني تيفوت على الجامعة معونيها هالطلاب تاني شي وقت اللي بفوت على الجامعة وبيعمل الليسانس بيأخذ الليسانس أو الإجازة صدقت هذه الإجازة من شين تعمل ماجستير أو تعمل دكتوراه لهالأسباب كل هاودي عن ينبحث وشهادة وشهادة من شين ما يكون فيه أي جدل حول هذا الموضوع لأنه العملية تعرف اليوم بسبب وسائل الإعلام السوشال يعني الأضايا أنه اليوم بيطالعوا إشاعات كتير وبيخبروا أخبار لا نحن من شين تنوقف بوجه أي إشاعة الشي الحقيقي نقول عنه حقيقي أنه صار فيه تزوير بعشر شهادة بس في مئة شهادة ما صار فيهم تزوير ممكن من بعد التحقيقات يثبت أنه في كذا شهادة عشر شهادة مزورة أو ما بتستحق مش مزورة لأنه في فرق بين ما بتستحق نالش هادة أها يعني يعني هالتدرج من شين أنت تأخذ الشهدتك الجامعية ما مش الحال ما كان ماشي هيدا المنسميه نحنا أنه تزوير أو شيء من هيدا مش معناته أنه أنا أخذت شهادة ميسون رحت أنا زورت عليها وإشياء من هيك هذه الخطة شهادة وزورت عليها عم بتصير بأحلى جامعات العالم بأفضل جامعات أحياناً بيصير فيه تزوير من هيدا بس أتأكدي مني بوزارة التربية عم بيكشفوا كل هذه المساوئ حلق بيضل فيه أحياناً واحد بيزمد واحد ما بيصير علي تحقيق مضبوط ولكن بشكل عام أنا بقدر أكد وبإسم وزير التربية وبإسم المسؤولين بالتربية أنه في مراقبة جدية على كل الشهادات والشهادة اللبنانية محافظة على مستوها وأنا بدي إلك تماماً حرام أنه نعتبر لبنان صار من الدول المارقة أو الدول الضعيفة أو الدول الفيستي لا لبنان بعده قادر أنه يلعب الدور اللي اللعبه عالمياً من مئة ومئة وخمسين سنة إن كان من حيث جامعاته إن كان من حيث مستشفياته مختبراته جرائده وسائل الإعلام طبعه لبنان باقي بهذا الجو ومش رح يزول ولا رح يسقط حاله بيظل فيه نقاط ضعف تأكدي مني عم ناخدها بعين الاعتبار تماماً وهلأ بهالمناسبة أنا بأكد إنه وزير التربية الحالي أخذ بكل اهتمام إنه ما يصير فيه ولا فلتة شغط ولا مقطة ضعف إنه حدا ياخد الشهادة ما يكون معطر فيها طبعاً وهذا ما نعول عليه لطالما اعتدنا طبعاً على أهمية التعليم في لبنان لهذا خصصنا هذا الحق وبدأي لك شيء إنه نحن خاطئين لأنون أنون التعليم العالي 285 يعني ما حدا بيقدر يتجاوز الأنون عم منطبق هذا القانون إلى حد وضع عقوبات عقوبات آسيا أحيانا بإقفال الجامعة إذا تبين لنا إنه فيها شيء من المساوئ أو فيها شيء من التزوير لهذه الأسباب نحن معتبرين حالنا إنه مشينا على الطريق الصحيح ورغم كل الصعوبات والعوائق اللي نحن فيها اليوم لبنان عم بيستعيد دوره الجامع إن شاء الله بجهودكم يعطيكم ألف عافي شكراً جزيلاً على وقتك الخبير بمجلس التعليم العالي طبعاً في لبنان دكتور سهيل مطار شكراً جزيلاً أهلاً فيك شكراً السحفية الاستقصائية ليال بوموسى تابعت الملف بكل تفاصيله وهنا كل المعلومات التي قالتها لنا بالتحديد موضوع الفساد بوزارة التربية كنا تابعناه من أكثر من سنة بهذا التحديداً بوزارة التربية وحكينا عن الفساد يلي بالإثباتات وبالدليل القاطع قدرنا نثبته كوحدة استقصائية بتليفزيون الجديد لأن المجهود مش بس لقلي على المستوى الشخصي بمحل كنا عم نسمع كتير أمور ولكن نحنا كالصحافة استقصائية ما فينا نسمع من دون ما نرجع نلاحق كل شيء منسمعه لنقدر نثبت بالدليل القاطع صحة يلي عم نسمعه فسمعنا أنه في شهادات عم بتم تصديقها من دون أي دليل يعني من دون داتا من دون أي إثبات أنه هي شهادة غير مزورة بكل إذا بدك يعني تعاطي مع الموضوع وكأنها مش شهادة علمية ولا كأنه في مستقبل بمحل معين أساسي لازم نكون عم نحافظ عليه بهذا الخصوص تبعنا الموضوع بعثنا من سميهم undercover reporter أشخاص هني بيشتغلوا معنا جبت أنا شهادة يلي أخذتها بجماعة الحكمة غيرت اسمي وحطيت على Photoshop اسم صبية بتشتغل معنا بكل بساطة يعني هو الختم مسور ملون ما في أبداً أي شيء صحيح بكل العملية أخذوا الشهادة وراحوا فيها على وزارة التربية التي يصدقوها للأسف كل شيء كنا عم نسمعه وطلع مزبوط يعني إحنا ما كان بدنا نصدق يلي عم نسمعه ولكن طلع مزبوط وتصدقت بكل بساطة وأخذت ختم وزارة التربية والمصادقات وصارت رسمية وبالتالي يعني شهادة مزورة على Photoshop بتقنية جداً بسيطة للأسف قدرت تاخد تصديق رسمي من الدولة اللبنانية ووزارة التربية هيدا المثال بفرجينا كيف عم بتم إدارة الأمور بهذه الوزارة طبعاً ما بدي إلغي هون الجهود الكبيرة يلي عم بيقوم فيها عدد كبير من الموظفين ولكن المشكلة مش بالموظف فقط المشكلة بكيفية إدارة الأمور من رأس الهرم إلى أسفل الهرم يعني كيف عم يتم التعاطي بالإدارة حتى التدابير الإدارية المتخذية اللي عم بينفذها الموظف هي تدابير غير كافية ويلي بيأكد هذا الشيء اللي عم بيحكيه أنه من بعد ما نحن حكينا بهذا الموضوع التاني يوم بالتمام وقفوا المصادقات وبلشوا يبعثوا على الجامعات أنه إذا نحن بدنا نكون عم نساعدكم بأنه نصدق الشهادات الصادرة منكم بدنا منكم كمان ندل على تواصل عبر الإيميل وعبر التليفون لحتى نتأكد من كل اسم عم بيجينا إذا هذا الاسم صحيح كان مسجل عندكم صحيح معه هيدا الشهادة أو لا فشو كانت بتكلفهم قبل؟ ولا شيء ولكن الاستهتار بالتعاطي بالإدارة الرسمية وصل لبنان بمحل إلى تصديق شهادات كثيرة بهذه الطريقة يعني مش نحن اللي سبقوا مش نحن اللي ضوينا الناس ضوينا مثل ما بيقولوا يعني واتهمنا قال أنه أنت هلأ ليال ضويت للعالم طريقة للتزوير فأبداً العالم خبرونا عبر ناس عرفوا منهم أنه هن يصدقوا شهادتهم بهذه الطريقة أنه عم بتم التعاطي للأسف بهذا الاستهتار وعلى أساس هيدا المعلومة نحن تحركنا فما بدي كثير طول عليك بس بدي فسر لك هيك كنت بكل وضوح كيف تعطينا مع هذا الملف من وقت ما سمعنا فيه عم بحكي بخصوص الشهادة الرسمية حتى هذه اللحظة نحن عم نحكي على الجامعات نحن عم نحكي على الجامعات الخاصة اللي هي بحاجة لأنك تصدقية تصدق شهادة طبق الأصل يعني صورة طبق الأصل بتروح وبتصدقية وبتصير هي شهادة مصدقة من وزارة التربية نحن حسب الحالات اللي وصلت لنا أكتر من ثلاث اتصالات دققنا منهم وتأكدنا ولكن كان فيه تكتم على الاسم لمصدق شهادته لحتى ما يقزوا للأسف يعني بيعتبروا أنه هلأ هو زمت فيها بهيد العقلية ما بدنا نقزيه ولكن هنس تفزوا لدرجة أنه مش قادرين يسكتوا على الموضوع وكان بدنوا يحطوله حد لهيدا الموضوع خبرونا عنه نحن بلشنا تحقيقاتنا وتأكدنا هلأ ما عنا إحصائات بيقديه العدد ولكن هون دور وزارة التربية لحتى ترجع تمنع التصديقات اللي صارت بس للأسف حتى أرشيف ما عنده بهذا القصوص يعني ما بتعرف مين إجرى عنده بآخر ثلاثة شهر وصدق شهادات ما عنده قدرة تعرف هيدا الشيء وهذا الأمر أيضا مؤسف لأنه ما في ذاتها ولا بأي شكل من الأشكال ولكن اللي قال لي كيف تم الاستفادة منها بغض النظر إذا هيدا التصديق ما راحوا استفادوا منها بجامعة برة يمكن رجعوا طالبوا منهم وراء ما قدروا يعملوهم ولكن عم بيتم الاستفادة مننا بالوظائف نحنا مش بعيد نحنا بنشتغل بلبنان وبنعرف كتير منيح أنه كل الوظائف لما بتطلب منك شهادة لحتى تأكد المكتوب بالسيفي تبعي بتطلب منك شهادة طبق الأصل مصدقة من وزارة التربية هيدا المكسيموم يلي بينطلب هلأ بديك تفوتي عن نقابة يمكن النقابة تتشدد تطلب كمان منك بمحل معادلة يمكن تغض النظر عن المعادلة بيصير فيه أيضا استهتار بهذا الخصوص أيضا بالنقابات الفكرة الأساسية أنه هالأد موضوع بسيط هالأد موضوع عفوا يعني أنا اعتبرته موضوع سخيف يقطع على وزارة التربية وهيدا الحقيقة فحرام نكون عم نقطع بهيدا السهولة من سبب الاستهتار حرام نكون مش منتبهين لأهمية أنه عندنا داتا ضروري تكون موجودة وداتا كتير سهلة ما بتكلف شي إلا أنه نتصل التليفون في حال نحن مش قادرين نعمل داتا يعني لكل الناس اللي تعلموا بالسنوات الأخيرة أو ما عطيتنا جامعة الحكمة أو غيرها من الجامعات هيدا الداتا فكان فينا نتصل بالجامعة ونقلت بهالإسم اللي نحن عم نعطيكم هو مسجل عندكم كانوا قدروا ما يقعوا بهيدا الخطأ بس هيدا المواضيع هي برجع بإليك استهتار من الإدارة نفسها يعني الموظفين هن بالنهاية عم بنفسوا يعني عدم وجود القوانين اللازمة يعني لو في قانون بيجبرهم كانوا مثل هلأ عم بنفسوا القانون وعم بنفسوا القرارات الإدارية وعم بيرجعوا يتصلوا بالجامعات هيدا هي الفكرة الأساسية بس أكيد أنا برجع بقول نحن كل هدفنا كان هو لحتى ننتبه لهيدا الأمور البسيطة إنها ما تصير لحتى ما تودينا بالتربية لما حال كتير بشع لأنه الشهادة اللبنانية والجامعات اللبنانية بهمنا كتير أمرهم نحن ما تعلمنا بجامعات إلا بجامعات اللبنانية لما منحكي عن هيدا المواضيع هي لحتى نكون عم نحمي هذا القطاع للأجيال القادمة أيضا أخذنا تعليقا لميشيل توينيا السحفية اللبنانية طبعا بجريدة النهار التي سلطت الضوء بشكل كبير على هذه الفضيحة وبالعديد من الأخبار نتابع مقالة اللي بقوله أنه الإصدار يصير معيب إن كان بالشهادة لما اتمقلت اليوم نحن كطاع الصحة وكطاع التربة وكل هالكطاعات من أساس الكطاعات باللبنان ومتما كنت عم بيليك قبل أنه من الطارق أيام نسفر للخارج تندرس بس تنتخصص يعني اليوم كنا ندرس باللبنان ما كنا عايزين يعني عندنا أهم جامعات وكانوا يجوا من الخارج تيدرسوا هون فاليوم قتا نشوف أنه عم بيصير هذا الموضوع اللي نحن متما قلتا كتير ضوين عليه لهو تزوير الشهادات اللي هو يعني مصيبة بهالكطاع وإن كان حتى فضيحة اللي عم بتصير اليوم بالكطاع الصحة يعني هلأ صار معنا كمان قصة بي سي آر المطار يعني أو إن كان قصة المنصة يعني هول القصص اليوم كله عم بتتأكد بعد مرة أنه وقتا يصير الانهيار ما بيصير مع هدنا اللي عم نحكي عنه أنه اليوم الانهيار صار على كل الأصعي يعني إن كان انهيار أخلي انهيار تربة وانهيار سقف انهيار اقتصادي يعني على كل الأصعي ده صار وما بقى فيك تتوقعي شي يعني وقتا تكون أنت اليوم أنه يعني بمحل ما وقتا ما بقى عنديك دولة تحاسب مظبوط وما بقى في هيبة مظبوط للدولة يعني بتصير تحس أنه بيصيروا هالقصص وعم بيصيروا بكل الكتاعات لسوق الحظ نتوقف مع أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الشهادات المزورة وما عرف بالفضيحة في لبنان نتحدث مشاهدين عن الشق القانوني في هذه القضية مع دكتور مرقص المحامي ورئيس منظمة جستيسيا للإماء وحقوق الإنسان نصر خير أهلا بك معنا دكتور بول ما العقوبات بهكذا ممارسات إذا ما بدأنا بحق موظف الجامعة الذي يقوم بتسليم شهادة مزورة طبعا هذا يسمى فعل التزوير وهو معروف لكن فعل التزوير يترتب عليها عقوبات تختلف بين من يقوم بهذا الفعل الموظف العمومي يعني المولج به تصنيع الشهادة أو تحضير الشهادة يعاقب أكثر مما سواه عليه يكون الأمر فالموظف العادي يعاقب بخمس سنوات من السجن أما المنوط به تصنيع الشهادة أو استصدار الشهادة فتصل عقوبته إلى سبع سنوات طبعا الذي يستعمل هذا المزور يعاقب بالعقوبة نفسها الطالب نفسه أيها طبعا الموظف الحكومي أو اللي صنع الشهادة من استعمل المزور يعاقب بما عقب عليه المزور وبالتالي نعم نتحدث هنا عن تزوير جنائي أي أنها جناية التزوير لماذا؟ لأن هذه الشهادة هي من السقوك الرسمية حسب قانون العقوبات اللبناني تعتبر سقا رسميا ولذلك تكون العقوبة مشددة وما في ما يدعى تخفيف العقوبات يعني لمن يدعي ربما بأنه طرف مظلوم يعني ضحية نوعا ما لأنه أنا ما يعني ما بعرف ربما خطورة أن أستلم شهادة مزورة هذا يعود للقاضي من ناظر بالأمر وهذا القاضي ربما يرتب على هذا الفعل ما يسمى القصد الاحتمالي أي أنه كان عارفا أن هذا الفعل سيؤدي إلى استعمال الشهادة على نحو المضلل للعموم أو لسائر المعنيين وبالتالي من الصعب أن يستفيد المزور أو مستعمل المزور من هذه القارنة طبعا إلا إذا أثبتها واقتنع بها القاضي بما له من سلطة تقديرية وهذا أمر صعب بحضرتك أنت طبعا تعلم بالجامعة اللبنانية بجامعة الحكمة بالجامعة الأمريكية ببيروت أستاذ قانون كانت سير هكذا أحدث في السابق في لبنان تمت كما تعرفين مستوى جامع متقدم جدا ومتميز من الصعب جدا أن تحصل هذه الأمور لكنها طبعا بطبيعة الحال في مجتمع ما وفي ظرف ما قد تحصل المهم المهم هي ردة فعل على ذلك يعني عقابيا والتحرك الرسمي ورأينا وزير التربية الحالي القاضي عباسي الحربي قد تحرك على نحو جد وتابع شخصيا هذا الأمر لأن هذا الأمر يضرب أو يمس بسمعة لبنان التربوية المشهود لها مما حد به إلى هذا التحرك الاستثنائي والمتابعة اليومية إلى هذا الأمر صحيح وكان لنا لقاء نحن مع دكتور سهيل مطر متحدث بإسم وزارة التربية وتحدثنا عن هذا الشق أنا أشكرك جزيلا على كل هذا الكلام القيم كالعادة دكتور بول مرقز المحامي ورئيس منظمة جستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان شكرا على وقتك يا هلا شكرا مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر